عليه السلام حيث نظمت في داخل المراكز الإسلامية مراسم حسينية متعددة لإحياء هذا المصاب لخلق أجواء حسينية شبيهة إلى حد ما داخل مدينة كربلاء التفاصيل في سياق هذا التقرير تلبية للنداء الخالد للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله بحق سيد الشهداء إن القتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا يحيي المؤمنون في بريطانيا ذكرى فاجعة الطف هذه المأساة العظيمة التي أقرحت الجفون وأدمد القلوب من خلال حضورهم المجالس التي تعقد في أيام محرم الحرامي في المساجد والحسينيات في البلدان الغربية في بلدان الهجرة أصبحت هذه المجالس مدارس لاستقبال الشباب لربط الشباب بالعقيدة الإسلامية وبنهج الإمام الحسين نهج التضحية والفداء لا بد أن يكون للحسين بصمة واضحة في شخصية هذا المجتمع سواء كان في سلوكه في أخلاقه في تعاملي في روحه المتسامحة روحه الرحيمة حضور كبير للعوائل المؤمنة من رجال ونساء وأطفال وقد كس السواد أبدانهم والعبرة عيونهم والحزن قلوبهم تخليدا لذكرى استشهاد سيد الثائرين وإبراز الدروس والمواعظ والقيم من واقعة الطف التي من أجلها استشهد الإمام وأهل بيته الكرام واتخاذ تلك الواقعة منارا ومدرسة تنهم الأجيال جيلا بعد جيل الإمام الحسين هو مدرسة كاملة لكل الشعوب وكل الأجيال فالمجالس تعطينا شحنة زائدة نرتبط بالإمام الحسين ونعلم أبنائنا وأزواجنا وأجيالنا كيف نربيهم على خلق الحسين وعلى خدمة الإمام الحسين نتعلم من المجالس الحسينية ومن خطب الإمام الحسين ومن تضحياته ومن جهاده في هذه البلاد التعامل مع المسلمين والتعامل مع غير المسلمين صرخات ودويات تبقى خالدة مدى العصور والأزمان تلك التي قالتها العقيلة زينب عليه السلام مخاطبة يزيد بن معاوية والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا لقناة كربلاء الفضائية نمارق عماد لندن